السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين يحق الحق يوطل البغط والوكره المجرمون الحمد لله الذي جعل الحق من صفاته به تعمر الأكوان وتنتشر الأديان ويسعد العباد والأوطان وأشهد أن سئدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسواتنا وشفيعنا محمدا أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيرا صلواته ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين تواصلوا بالحق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متكون أحبة في الله أهلهم وسلم ورحمة بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم حقوق محفوظة حفظ الحقوق من الشريعة واجب والحق للرحمن فيه عجائب إن الصلاة فريضة مكتوبة والصوم فيه لطائف وعجائب للوالدين الأكرمين فضائل والبر حق فيه كل راغب والعدل للمظلوم فيه سعادة والعدل يحيى فيه حق راغب حفظ الإله وحق الإله على الخلائق شرعة حق الإله على الخلائق شرعة محمودة فيها يكافئ ربنا ويحاسبه حق الحق تبارك وتعالى ما أحوجنا أن نتحدث عن الحق إن من أشرف العلوم قاطبة ذلكم العلم الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى معرفة الخالق تبارك وتعالى ومن أعظم العلوم قاطبة التي توصي بالعبد إلى معرفة الله تبارك وتعالى أسماء الله الحسنى ومن أسماء الله تبارك وتعالى اسم الله الحق لذلك نتحدث اليوم عن حق الحق تبارك وتعالى حق الحق صاحب الفضل العظيم ربنا العلي الكريم الواحد الأحد الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمن تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهر فيسرهم والعبد ينسى ورب ليس ينساه الحق تبارك وتعالى هو الموجود وجودا دائما ثابتا مستمرا ليس فيه نقص سبحانه وجل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لفظ الحق واسم الله الحق ذكر في القرآن في قرابة أكثر من عشرة مواضع أو حوالي عشرة مواضع في القرآن الكريم من بين هذه المواضع ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ذلك بأن الله هو الحق فتعالى الله الملك الحق ومن مقتطياد هذا الاسم أن تعرف حق الله تبارك وتعالى لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما نادى على معاذ بن جبل رضي الله عنه عن سائر الصحابة فقال معاذ لبيك يا رسول الله فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تبارك وتعالى فقال معاذ الله ورسوله أعلم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله تبارك وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به لذلك الله تبارك وتعالى يغفر الزنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن مقتضياد هذا الاسم اسم الله الحق أن تجهر بالحق وأن تقول كلمة الحق وأن تقبل الحق ولا ترده وأن لا تخشى في الحق لوم تلائم ذلك بأن الله هو الحق ومن حق الحق تبارك وتعالى علينا أن نعبده سبحانه ولا نشرك به شيئا بعض الناس تجلس ألو وتقول له تعرف يعني العبادة يقول لك ما حق الله عز وجل على العبادة يقول لك العبادة طيب تعرف يعني العبادة يقول لك العبادة صلى صوم صيام زكا حج يتباضل لذين مباشرة هذه العبادات فحسب إذا سألت أي أحد عن تعريف العبادة ولكن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمينة رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة إذا العبادة يا جماعة مش صلى وصمه بس بعض الناس فاكر عبادة المسجد بعض الناس فاكر عبادة صلى وصوم وزكا وحج وبس لا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عملك عبادة لله تبارك وتعالى إن أخلصت نيتك لله عز وجل يا أخي نومك نومك قد يكون عبادة أكلك وشربك قد يكون عبادة حتى إذا أتى الرجل امرأته حتى إذا أتى الرجل امرأته عبادة ويؤجر عليها لذلك لما أتى صحبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر فإذ بالنبي صلى الله عليه عليه فيقول أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إن وضعها في حلال له بها أجر فتخيل إذا أتى الرجل امرأته وأخلص نيته لله تبارك وتعالى بأن يرزقه الله عز وجل أولادا صالحين يستعملهم الله تبارك وتعالى نصرة دينه وينذرهم لخدمة دين الله عز وجل ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من رزقتنا تخيل إذا أتى الرجل امرأته يكون له عبادة بنيته لله تبارك وتعالى إنما الأعمال وبنيات وإنما لكل امرئ من نوا إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والبطنة إذا هذا أول حق من حقوق الله تبارك وتعالى عين أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا لذلك قال الله سبحانه واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالكربة واليتام والمساكين إلى آخر ما قال سبحانه وجل في علاه وقال سبحانه وإذا أخذنا مثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إذا العبادة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمش معنى كلامي لما أقول نعبد الله تبارك وتعالى أن نترك الدنيا تماما ما نشتغلش ونتفرغ برهبانية لا رهبانية في الإسلام وإنما أعني كل عمل تفعله ابتغاء وجه الله عز وجل يقول لك به أجر صلاة صوم زكاء حج عمل نوم أكل شرب إذا أتى رجل امرأة كل هذه أمور بنيتك لله عز وجل تتحول إلى عبادة تؤجر عليه أيضا من حقوق الله عز وجل علينا ألا تعلق قلبك إلا به سبحانه وجل في علاء لا أخفيكم سرا أصبحنا في زمن نرى فيه الكثير يثكون فيما في أيدي غيرهم أكثر من ثقتهم في الله تبارك وتعالى هذا واقع مرير كثير من الناس يثكون فيما في أيدي غيرهم أكثر من ثقتهم في الله عز وجل لا تعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى كن مع الله عز وجل من كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام ابن هانئ ابن هانئ شاعر من الشعراء أوصل أحد الملوك والأمراء إلى درجة الألوهية والربوبية قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار وعلق قلبه بهذا الملك تدور الأيام ويصاب ابن هانئ بمرض فيأتي هذا الملك ليزوره وكان يعود ابن هانئ كالكلب أعزكم الله من شدة المرض فلما أتى إليه الملك الملك والأمير أتى إليه ليزوره نظر إليه ابن هانئ الذي أدرك أنه أخطأ حينما تعلق قلبه بغير الله عز وجل وأصبح يثق في البشر أكثر من ثقته في الله عز وجل قاله ابن هانئ على فراش المرض قال لهذا الملك وهذا الأمير أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل كن مع الله فمن كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا نم هذه حقوق الحق بعض من حقوق الحق تبارك وتعالى وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في كل ليلة في تهجده عليه الصلاة والسلام يقول الله ملك الحق الله ملك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق واللقاءك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا الشنابة فعبود الله وحده ولا تشركوا به شيئا وأعلم آخر حبيب بأن أعظم الزنوب الشرك بالله عز وجل لما سأل عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الزنب أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وشريكا وهو خلقك بل وقال سبحانه كما في حيث كدسي صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أنتم طيبين وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته